سلام عليكم ورحمة الله وبركاته للي ما يعرفش مين مستر أكرم هلال فهو شاب مصري جميل يصنع محتوى شطرنجي جميل أيضا ولكن على منصة تيك توك ولديه أكثر من 200 ألف متابع على تيك توك بينما كنت يعني بقضي أحد ليالي المستشفى الحزينة يعني وأنا قاعد كده على الكنبة طبعا ما فيش سريل الوقتي ولا حاجة الموضوع يعني يتعدى هذه المناطق ولكن يعني قاعد بستمتع في العيادة على الكنبة المعهودة اللي بنام عليها لما قاعد 24 ساعة في المستشفى فقررت أن ألعب مباراة 10 أو صف لا هسجل ولا هعمل واحد قاعد بيقضي وقت لذيذ يعني على الكنبة اللذيذة إذ أجد أن موقع ليتشيس عمل لي بيرينج مع أكرم الحساب بتاعه اسمه أكرم E4 E5 وعلى فكرة ده اسمه على تيك توك أيضا لو أنت حبيت تتابعه وكانت هذه هي المباراة أنا أعدك أن تستفيد جدا من هذه المباراة تقييم مستر أكرم 2351 خليني سريعا أشوف هو البيك أو وصل أعلى أعلى رت ليه أدي إيه في الرابد وصل 2395 ده رقم محترم جدا يعني كان داخل على 2400 فتعالوا نشوف هذه المباراة لعبة بيدا مالك لايك لذيذ واشترك في القناة لو أول مرة تشوفنا إن شاء الله تستفيد جدا من هذه المباراة سي سيكس دي فور دي فايف ده مين لاين كاروكان وهو أختار يلعب مش الأدفانس مش الإكسي تشينج ولكن المين لاين بنايت سي ثري هذا الذي يسمح بإني أكل أكل وهنا فيه اتنين مين لاينز دلوقتي المين لاين الأول أن تلعب بيشب أف فايف وبعدين تقفل السكة على الفيل بعد ما عدة وبالتالي أنت بتلعب نسخة جيدة جدا من الفرنسي لأن الفيل بتاع الفرنسي بيتقفل عليه بهذا الشكل فانت هتطلع الفيل الأول وتقفل ده اسمه الكاروكان هو ده الفرق الجوهاري ما بين الكاروكان والفرنسي واللي استغربت له النهاردة أن ستوك فيش حطت أن نايت اف سيكس اللي هو التريندي لاين الرقم واحد قبل بيشب أف فايم يعني ستوك فيش مرشح نايت اف سيكس الأولى قبل بيشب أف فايم وهذا ما لعبة في المباراة أنا بلعب لاتنين على فكرة لكن دي بحبها أكتر في البلدز لأنها تدي أفكار هجومية لذيذة وخصوصا لو هو كمل في المين لاين وأكل أكل ده بيعوج بيادق جناح الملك وهذا الذي يدفع الأسود أنه يلعب ميدل جيم ويحاول يلعب على هجوم وماتات وكشات وحاجات وما يدخلش نهايات دخول النهايات بهذا الشكل من البيادق بيخلي عندك حاجة اسمها in active majority أو أكثرية بيدقية غير قادرة على إنتاج بيدق سالك الأربعة على التلاتة دول من الصعب أو يكيد يكون من المستحيل أن تصنع بيدق سالك لو فضلت تتقدم بهذه البيادق الأربعة أمامه التلاتة دول أما الأبيض بيكون عنده أفضلية بيدقية أربعة على تلاتة على هذا الجناح وده كأنه بيلعب في النهايات ببيدق زيادة فمش مرشح أبدا للأسود أنه يدخل نهايات في هذا الشكل لكن مستر أكرم في هذا الشكل deviated first والكلمة دي أنا أخدتها من كابتن أحمد الخطيب سمعتها كذا مرة لكن هو أكد عليها إن اللي بيبعد عن المين لاين أولا بحاجة هو مذاكرها كويس ممكن يكون معاه أفضلية هنا في نقلتين تانيين غير إنك تاكل النقل الأولى إنك تلعب 9G5 عايز تلعب بيش بها هنا وساعات في ناس بيصيبها نوابات من الهياج الشطرنجي ويأكلوا هنا وبتاعه وبعد كده يطلع بالحصان التاني عايز يديك كش مع الفيل اللي على الوطر يعني يعني في ناس كده ممكن تعمل تضحيات عجيبة على الاف كمان لو أنت مجدش جنبه الألان منه ممكن تلاقي الحصان ده جيه هنا في هنا وينهر أزرق شغل كده لكن لو أنت مذاكر إن C5 هنا جيدة وبعد بيشب تلعب بس E6 بيشب E7 تبيت وتحاول تلعب A6 B5 أو B6 لو منعك بأي 4 بيشب على الوطر وضعك أكثر من ممتاز بالاسويد جديد بالذكر إنه لو أكر على طول ده بيدأ سيء انت بس بتكسر تيكس تيكس وتحاول تقفز بهذا الشكل تاخد البيدأ ده أعتقد دلنا فكره يعني لكن لو أعدت أفكر شوية ممكن أجيب أفكار أحسن الانجين بقول لك والله حتى ولا تعبره وإلعب E6 هات الفيل وما بيقدرش يحمي البيدأ ده بهذا الشكل عشان A5 والأفكار دايما اللزيزة دي C3 H6 امشي حاضر وبعدين نايت E4 ضغط فوق اتنين للإسويد هات هنا وهات هنا أوكي برضو مش دي النقلة اللي مستر أكرم لعبها ولكنه لقب نايت G3 بعد عن المين لاين أولا واضح إنه مذاكر هذا الشكل جيدا ولديه من الأفكار أيضا أنا تعرضت لهذه النقلة كذا مرة وعندي خبرة في بقصدها على طول بهاجم هذا الحصان بـ H5 منع هذا الهجوم بـ H4 ثم G6 عاوز أفينشته ذا بيشب على الوطر الطويل واضغط على هذا البيدق لو لعب كده يمكن أبقالعب C5 بعدين وحاول أزود The scope of this bishop يعني أزود النظر أو المدى بتاع هذا الفيل نايت F3 لعبت والآن بيشب جي 7 وأفضل نقلة للأبيض هنا أن تلعب بيشب E2 علشان لما لعب بيشب جي 4 ما يبقاش الحصان مربوط وبالتالي E5 ما تكونش مؤثرة مستر أكرم لعب في هذا الشكل بيشب D3 ما كسرش الربط ولا حاجة ودي نقلة غير دقيقة حابتين لأنني لعبت بيشب جي 4 ها هنا وبعد بيشب E3 نايت بي دي 7 C3 هذا الذي سمح بE5 E5 قوية جدا بتضرب الوسط أنا زي ما قلت لك أنت عندك ضربة بالC أو بالE هنا الـ E هي المتاحة وعمرها ما كانت هتكون متاحة لو البشب دا موجودة على الـ E2 لأن بمنتهى البساطة هيبقى Knight takes وخلاص أو حتى تاكل بيدق في بيدق وما عنديش آكل تاني لأن الحصان مش مربوط على الوزير E5 أكل وهنا اللحظة الحاسمة خليني آكل لو أكل بالوزير بيخسر قطعة نتيجة Knight E5 هات وزيرك وهات الفيل جميل قوي فكرة أن الفيل ما بيهربش بكيش لأن C6 هي النقلة المميزة للكاروكان وبتقفل الوطر وبتعمل أي يعني بتمنع أي قلق على عكس السيسيريان اللي بيلعب C5 والكاشتات دي سعبت بتمقى مزعجة فلازم يأكل بالبيدق علشان الموقف ما يبوزش لكن هو معامتياز الفيلين في هذا الشكل Knight takes Bishop E2 والإنجين مدين هنا لاين رائع أنا بيت على فكرة بعد شوية تفكير بيت وخلاص لكن الإنجين مدي Queen E7 وبعد التبييد Knight D5 روح خد منه امتياز الفيلين بس هي دي الفكرة بس لا كمان يعني البدق دا عايزينه بس هي دي الفكرة بتاعة الإنجين لا فكرة الإنجين أقفل الطريق عشان أعرف أبيت طويل يعني مثلا لو بيشبها هنا أما البدق بتاعه هدد وزيري ألعب F6 يمشي Long Castle بعت فوق اتنين في هذا الشكل ولكن أنا بيت عادي جدا وقرر صاحبنا أن يذهب إلى النهايات تم التكسير تم التكسير كش تاني King C2 والآن B6 علشان البيدق ما يبقاش متعلق جدير بالذكر أن أنا في هذا الشكل ما جدش بالرخ دي يا أخوانا لأن أعتقد البيدق كان سيسقط لو لعبت كده مثلا أعتقد بياكل البيدق فعلا ما أخفت بصراحة ياكل البيدق فما لعبتش الفكرة دي جدت بالرخ دي وكسرت وبعدين اديت كش عشان أمسك الوطر أمسك الفايل وبعدين لعبت بيسكس أحمل بيادق بتاعتي والآن رخ على الفايل برضو كسرت ثم لعبت D5 الانجل مادي أني ألعب Knight ED7 أو Knight D5 لكن في الآخر يعني Knight D5 حسنت أن الموضوع مش الفضيع فهو مش هيعمل حاجة زي كده مش هيعمل حاجة زي كده الانجل مادي أنا أفضل بكتير بس بسهو مش هيلعب حاجة زي كده F4 الانجل مادي أنها قوية جدا وأنا أصلا جاي المفروض عشان أكل الحصن فطبعا هيكل وشكل بيتلعب يعني عادي Knight G4 شكل تعادلي على الانجل جدا صفار 2 من 10 أو 8 لقيت هنا C5 أي فكرة لأنه يحط الفيل هنا ما عددتش موجودة دلوقتي King C2 Knight D5 لعبت هات يا عم أحد امتياز الفيلين ولعب على أن يعني أحد الفيلين ولعب على أن البدء داي يكون ضعيف يمكن الضغط عليه ولقيت Knight E4 الانجل برضو مدي نقلة بتدي 3 من 10 للأسود والباقي صفار يعني مدي F4 دلوقتي على طول Knight ها هنا وبعدين F5 تمشي وبعدين Bishop F6 Knight H3 أنت حتاخد ده صاحبنا حياخد ده آه طبعا في فرق جوهري ألا وهو أن البدء ده سالك والبادئ دي ضعيفة لكن باللعب الصح الأمور برضو ممكن لا تقوله إلى شيء لكن بصراحة ده كان Good Virgin يعني شكل جيد برضو للأسود بصراحة يعني أما بصيت عليه زيادة كده دلوقتي أنا شايفه من الأشكال الجيدة عشان البادئ دي ممكن تعمل مشاكل أوكي Knight X أنا ناتشة امتياز الفلين النية من الأول ناتشة امتياز الفلين ثم F5 الآن لو رجع في أي مكان Bishop F6 البيداء هسقط فأنا من أول المباراة عملت إضعافات ودلوقتي جت مرحلة الضغط على هذه الإضعافات ولذلك لازم يلعب Knight G5 عشان يقفل سكية الهجوم ولكن في اللحظة المناسبة أنا لعبت Bishop H6 لو تحرك بالحصان سيسقط هذا البيداء ولذلك حمل حصان وأنا كسرت أكل هذا الشكل صفار يا ولدي صفار على الانجين لكن مش من السهل تلعب الشكل ده بالأبيض لأن الターجت أو الأهداف اللي هتضربها بالفيل مش قادر توصل لها يعني الـ Accessibility إنك توصل لضرب هذه الإضعافات اللي هي المربعات البيضاء دي أو البيادئ البيضاء دي مش من السهل الولوج إليها يقول الانجين أفضل نقلة أن تلعب C4 تاخد مساحة وده هيسمح لك أن تصل إلى مربع الـ E4 بسهولة بالملك يعني حتى لو لعب حاجة من دي أنت بتلعب B5 بيدق في بيدق بيدق في بيدق وتقترب لحد ما هتقدر بسهولة توصل هنا ده كلام الانجين والانجين مدي الشكل برضو صفار إزاي عشان هتسحب الفيل كده في كده وتمنعني من الدخول أنا مش عارف أمنعك من هنا أو هنا ففيه وقت كافي أن أنا ألعب بيشيب دي وان بيشيب سي تو وأمنعك من الدخول أوكي ولكن أنا لعبت كينجي F7 على طول وأهملت فكرة أن أنا أدفع البيدق بهذا الشكل وهنا قد لعب B3 منع فكرة C4 على طول كينجي إس أه بس أنا أصلا مش هلعبها وهنا لعب C4 منعني من الدخول والشكل ما زال صفار لكن this position is a classic good knight versus bad bishop حصان جيد مقابل فيل سيء وخصوصا أن البيدق دي أثلت على طريق الفيل لكن ليس من السهل زي ما قلت لك أن تلعب هذا الموقف مثلا لو أنت لعبت حاجة زي بعد ما أنا اتحركت كده لعبت حاجة زي فيل هنا عاوز تلف وتضغط على البيدق ففي حاجة اسمها إضعاف النقلة السابقة knight F3 ولو أنت حاولت تروح تهاجم البيدق فأنا باكل وبحمي البيدق فما فيش وقت كافي أن أنت تضغط على الإضعافات التي لدى الأسود C4 أحسن نقل على الانجين على فكرة والشكل صفار الآن أود أن أتقدم بالملك ولذلك أفسحت الطريق ولعب هنا A3 ما زال الشكل صفار منعني من هذه القفزة لو لقبت حاجة زي بشب F3 هات لو سمحت هنا فيه تحليلات عظيمة زي مثلا أنك تدي هذه الكيش طبعا لو ماشي في أي حتة بيسقط بيدق ولو ماشي هنا مثلا أنا عايزك توقف الفيديو وتفكر المكسب فين وبفكرك تعمل لايك وتشترك في القناة لو استفدت حاجة حتى الآن المكسب من F4 خد بالك لأن كينج بي 2 سيئة كينج بي 1 بيستموف يعني الفرق طفيف جدا هكذا يلعب الشطرنج هقولك ليه الفرق لو أكل هنا الآن هنقل المحورية أن تدخل بالملك مانعا بشبها هنا تدخل بالملك ضاغط ولو طردك بتهرب بكش وبعدين تبقى تنتش البيدق بس مش بالحصان بالملك لازم تمشي هنا دي لو أكلت بهذا الشكل عليها كينج بي 2 وما فيش حاجة واضحة بعد نايت اي 6 مثلا كينج اي 3 الملك مش عارف يدخل الشكل رجع صفار تاني لا انت عارف تتطور ولا هو عارف يتطور نايت دي 4 اعتقد بشب اي 4 هنا جمدة يا الهي وبعد كينج دي 4 البيدق بيسقط وصاد هذا البيدق والشكل برضو صفار مش بيشب دي 1 على فكرة لان دي ستسمح بكينج اي 5 انتظاري وتحس كده ان صاحبنا بقى في زاجزوانج كمان الكش دي جاية وممكن البيدق يسقط قدي ايه الشكل يبدو سيمبل او بسيط لكن لا الشكل معقد افضل نقلة هنا ان تلعب بعد ما جيب تلعب كده عشان تدخل بالملك الكنج اكتيفتي دي اهم حاجة في الموقف ودي النقلة الوحيدة للفوز كمان بتمنع بيشب اي 4 بكيش اذا دعمها الملك في اي لحظة اوكي ام زي ما قلت لك في هذا الشكل هو لعب اي 3 لكن لو كان لعب بيشب اف 3 الكيش كينج بي 1 هي النقلة السليمة لماذا؟ هلعب برضو اف 4 مثلا دلوقتي اطردك وخد بالك انت مش بتهرب بكيش انت لو تحركت زي المرة اللي فاتت بكيش في بيشب هنا هات وهات واذا غادر صاحبنا ليحمي شكرا على البيد كسرت المطش الموقف هنا على فكرة يبدو بسيط زي ما قلت لك بس مليان حسابات وليس انتلعب صح اي 3 لعبت ماني عن هذه الكشة من البداية بدلا من بيشب اف 3 والان دخلت بالملك هنا فكرة بيشب اف 3 مش حلوة لهو عايز يضغط على الحصان لاني بس بمشي وهحقق الاف 4 اكل دخلت خلاص هانتش البياد لو كينجي دي 3 دفعت البيد افل السكة فالحصان بيعود وبنلعب الشكل اللي انا قلت لك عليه من شوية بتاع جود نايت فرساس باد بيشب حصان قوي مقابل فيه سيء وده تقريبا اللي هيحصل في المباراة بعد الكنجي دخل بالملك ودفعت الاف 4 دي النقلة اللي هتدخل ملكي اي 4 لعبت والان نايت دي 4 بيشب باك والانجين ميدي اني دي الغلطة الوحيدة اللي انا لعبتها في الموتش إلا انها بتكسب دفعت البيد ايه فكرتي طبعا الانجين ميدي هنا ألعب اي 6 انتظاري نايت باك وبعدين تحاول تمشي بالملك وتقش بالحصان بداله مش عارف مش عارف في ايه يعني بصراحة او لماذا التعقيد انا دفعت البيد وكينجي اي 3 دفعت البيد تاني مقابل ان انا اخد البيد ده وادخل بملكي هي الفكرة كلها ان انا انشط الملك كينجي جي 3 ولعبت هنا اي 5 ممنوع تلعب هذه الافكار اي 5 يعني يعني البيد كلها دلوقتي اصبحت على ابيض ويمكن الضغط عليها الحصان اصبح قوي جدا دلوقتي كينجي 3 لعبت وعليها بيشب جي 4 في هذا الشكل اعتقد هو شعر بالزاجزوانج انه هنا هيتاكل هنا هيتاكل هنا هيتاكل الملك لو مشي مثلا فانا هدخل كده وهحاول كمان شوية برضو ادخل مش عارف هو هيلعب ايه هنا كينجي 3 مثلا عليها عليها حاجات كتير مش عارف اقول كينجي اي 5 الانجين مديها اول حاجة وبعد كينجي جي 3 كينجي اي 4 شوية مانوفرنج كده لحد ما نصل او كينجي اي 3 كينجي جي 3 والان مدي الكيش عشان يضغط على هذا البيدق كينجي اي منع هذه الكاشات او منع ان الفيل يطلع على هذا الوطر واحضر لاني ادخل هنا او هنا واضغط على جناح الوزير بشي جي لعبت في هذا الشكل وعليها اكلت طبعا هو لعب الفكرة دي عشان يعمل بيدق سالك لكن بشوية نقلات يعني دقيقة قدرت ان اخد البيدق وانتهت المباراة اتمنى تكون استفدت اكثر من حاجة احد الحاجات اللي محتاج تتعلمها في هذا الشكل انك ممكن وانت بتحضر افتتاحك تحضر سايد لاين قوي بسموه سايد لاين مش الكمون او في اول المباراة لو كان لعب لي حصان يأكل اكل بالبيدق انا هبقى مرتاح لعبت الشكل ده كتير انا نادرا ما بالعب هذا الشكل اي نعم الامور ممشتش معا كويس في هذه المباراة لكن هذا لا يمنع ان دي استراتيجية جيدة اللي بتضيقني كمان زيادة نايت جي ثري يعني نايت جي ثري على فكرة تبدو عادية لكن اعتقد ان فيدي ماستر بوضياء لعبها لي قبل كده في ماتش بليدز ومحتاج وقت فتحرق منك وقت جامد عشان تجيب النقل الصح يعني مثلا انت لعيب الكاروكان مش من السهل ابدا انك تقوله العب E6 يعني مش من السهل انك تقوله العب هنا E6 وقفل على فيلك لانه هو لعب الكاروكان كله عشان الفيل بتاعه يطلع يبقى حلو فلو لعبت مثلا بدل C6 حاجة زي بشب هنا مثلا يطلع بالحصان التاني فانت رجل طيب يعني انت راتلا لو عملت حاجة من دي هتلاقي 9 E5 يا ازرق محتاج ترجع B6 C4 خلاص خد منك الامتياز الفيل ومسك الانجين ميدي شاكل انت فوق واحد لو انت لعبت بتاع الكاروكان هتلاقي وضعك بعتش حلو اوكي لكن لاني درست هذه الاشكال من الكورس بتاع ايروين لامي اللي موجود على فالحقيقة انا ذاكرت الحاجات دي كويس اصلا بيشرح قبل الامي لعبت و بش بقيتو مهمة جدا هنا عشان عشان ما تسمحش بال E5 E5 اتخذت في الوقت المناسب التكسيرة حصلت في الوقت المناسب خلق اضعاف ثم تضغط عليه في المستقبل وانت بتحاول تكسر ما تسبش بيادئ لو سمحت تكرم البيادئ اللي بتسقط في السكة وموضوع ان انت تنشط انا خلاص خدت امتياز الفلين تاني وعيني على حاجة ضعيفة هضغط عليها وموضوع انك تلاقي البون بريك او انك تنص الملك بفكرة الف اللي جات في الوقت المناسب هتفرق معك جدا افكار انك تكون نشيد بملكك او تعمل حاجة اسمها الكنج انتري ودي حاجة من اسلحة النهايات اتمنى تكون اتبسط واستمتعت واستفدت واشوفك ان شاء الله في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة